حضر تقرير أصدرت وكالة الفضاء الأمريكي ناسا من خطورة التغير المناخي وآثاره على واقع كوكب الأرض هذا في وقت تواصل فيه ناسا دراستها وأبحاثها في محاولة لرصد أفضل أو لرصد أفضل لظاهرة التغير المناخي سعيا لحماية كوكب الأرض خلص تقرير أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالتعاون مع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن صيف عام 2021 كان الأكثر سخونة في عموم الكرة الأرضية منذ سنوات التقرير ربط ارتفاع درجات الحرارة في صيف العام الماضي بضاقرة التغير المناخي وما صاحبها من أعاصير مدمرة وارتفاع درجات حرارة المحيطات وذوبان ثلوج المناطق القطبية وحرائق الغابات والجفاف في مناطق عدة من العالم وأظهر التقرير أن متوسط درجات حرارة الأرض في الصيف المنصر كانت أعلى بدرجة إلى درجة ونصف مئوية وأن ارتفاع متوسط درجات الحرارة استمر حتى شهر نوفمبر في نصف الكرة الشمالية التقرير ركز على أن درجة حرارة المحيطات وهي التي توطي ثلثي مساحة الكرة الأرضية شهدت أعلى معدلات لها جراء ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تعود للنشاط البشري على الأرض اعتمد الباحثون المشاركون في إعداد التقرير على تحليل صور الأقمار الصناعية التابعة لناسا خصوصا فوق المحيطات ومنطقة القطبين التي يصعب على الباحثين التواجد فيها على مدار العام أكد التقرير أن الإنسانية ستستمر بمواجهة خطر ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها المدمرة من ارتفاع درجات حرارة الأرض والجفاف والأعصير وحرائق الغابات والفيضانات لفترة طويلة ما لم تتخذ إجراءات حاسمة للحد من النشاط البشري المتسبب برفع مستويات غاز الكربون وقطع أشجار الغابات وامتداد العمران على حساب المساحات الخضراء في اليابسة ناقش هذا الملف مع ضيفي من نيويورك كبير علماء المناخ في ناسا جيبين شميت أستاذ شميت مرحبا بك معنا وشكرا لقبول الدعوة في الحراء الليلة نتحدث عن أبرز إنجازات وكالة ناسا من حيث رصد التغيرات المناخية والمساهمة في الحد من الانبعاثات الحراريات عام 2021 كان هو سادس أكثر السنين حرارة وكانت هناك توجهات طويلة الأمد رفعت درجة حرارة الكوكب بأكثر من درجة واحدة مئوية منذ أواخر القرن التاسع عشر وهذا الإنجاز أو هذا التقرير الذي خلصت به وكالة ناسا كيف ساهم في تقليل الانبعاثات الحرارية كيف ساهم بإقناع الدول التي تعنى أو ربما هي متهمة بأنها تساهم بانبعاثات الغازات الحرارية بأنها تقلل ربما من هذه الانبعاثات هذا صحيح هذه التوجهات التي ذكرناها في الواقع كانت بدفوعة من أنشطتنا وهناك زيادة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون والميثان من حرق الوقود الأحفوري أيضا من خلال الزراعة واستكشاف النفط والغاز وإلى أن نتوقف عن بعث غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان هذه التوجهات ستستمر ليست كل سنة ستكون هي الأسخن ولكن التوجهات هذه ستستمر وتأثير هذه التوجهات التي نراها الآن عبر موجات الحر وأمطار غزيرة وارتفاع في منسوب البحر إلى آخره هذه ستستمر وستكون أسوأ أستاذ شمت لا نريد أن ندخل ربما في تفسيرات علمية دقيقة لكن لأفهم وليفهم المشاهدون أيضا الآليات التي تقوم بها وكلت ناسها من أجل الرصد كيف ترصد التغيرات المناخية نحن ننظر عليها من زوايا مختلفة هذا تقرير مبني على تقارير محطات الجو في أنحاء العالم وأيضا من السفن التي تمخر البحار وأيضا ننظر على الكوكب من الفضاء نستخدم الأقمار الصناعية لمتابعة درجات الحرارة وهطول الأمطار وارتفاع مستوى البحر نحاول أن تكون لدينا رؤية شاملة لما يحدث لكل نظام الأرض وما يعرفنا به هذه هو أن هناك شيء منسجم ومتغير ونفهم لماذا من كل هذه الإشارات التي ذكرتها أستاذ شميد ما هي أكثرها إثارة للقلق بالنسبة لكم من ناحية التأثير هذا يعتمد على أين تعيش لو كنت تعيش على الساحل فارتفاع منسوب البحر هو أهم موضوع إذا كنت في الداخل في مناطق جافة فهناك زيادة للجفاف مثلا وموارد المياه ستكون قليلة هذا يعتمد على المكان ونحن نرى الكثير من التوجهات المدمرة هناك مثلا في المنطقة القطبية أكثر التغييرات أيضا التغيير أو التأثير سيكون مختلفا من مكان إلى آخر وبالتالي ننظر على المسألة كمشكلة محلية ولكن نفس الظاهرة المناخية هي التي تدفع كل هذا عندي سؤال من شقين الشق الأول يتعلق بالتأثيرات التي تتعرض لها الأرض كل الأرض وليس بحسب المكان المتواجد فيه السكان ربما ذوبان الجليد في القطبين قد يكون هذا يؤثر على الأرض بشكل عام وأيضا الشق الثاني يا أستاذ حول من هم السكان أو الدول التي ما زالت حتى الآن في مأمن من التغييرات المناخية الكبيرة نعم هذه ظاهرة عالمية عندما يذوب الثلج في القطبين فنرى التأثير في كل مكان هذا شيء أو شيء الذي يحدث في القطب لا يبقى في القطب من ناحية الأماكن التي لن تتأثر لا يوجد مكان تقريبا في كل مكان في العالم هناك تأثير من مجالات التغير العالمي هذا لا يمكن لمنطقة معينة أن تكون موجودة أستاذ شميد كيف تقيم تفاعل الرؤساء وقادة الدول مع تقارير علمية دقيقة مثل هذا التقرير الذي نتحدث عنه من وكالة ناسا لو نظرت على ما حدث في غلاسكو في مؤتمر المؤتمر هناك سترى تعهدات كثيرة من قادة العالم في محاولة لتخفيض الانبعاث وهذه التعهدات يمكن أن نرى مصار أكثر إيجابية بالمقارنة مع عشر سنوات مضت هناك تفاؤل ولكن لا يكفي ويجب أن تحدث الأمور بسرعة إذا أردنا تجنب المرور في العتبات التي تحدثوا عنها في اتفاق باريس حافة ثلاث درجات أو اثنين ونصف درجة يجب أن نقلل هذا الانبعاث لتجنب هذه النتائج كبير علماء المناخ في ناسا جيبنشمت ضيفي من نيويورك شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة